السلام عليكم معكم الدكتور خالد ياسين من أمام كلينيك جراد الوازيس طبعا أنا عمري ما تخيلت أن أنا في يوم من الأيام سأكون أنا وبنتي ضحية لتسيب تسيب الخدمات الصحية اللي كانت في المغرب هذه المؤسسات التي لا تعمل بلا رقيب ولا أي رقابة هذه المؤسسات التي لا تستوفي أدنى معايير الخدمات الصحية أنا كطبيب وكراجل وكمعلم في هذا المجال علمت الأطباء وعلمت الممرضات وعلمت التكنيسيان عمري ما تصورت أن توصل التدني في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين إلى هذه الدرجة أن البنت اللي جاية طايحة تبقى الأول خلص خلصنا من غير ما نتكلم وبعدين تدخل لازم تعملها سيتل سكان السيتل سكان يعملوا تكنيسيان وبعدين يطلع التكنيسيان وقول لك نغمان عمرنا ما شفنا هذا ندفع أكتر من 150 يورو على سيتل سكان ما يقرهوش وبعدين ما طلع التقرير ما حدش كاتبه ما حدش موقع عليه ويقول لك الراديولوج شفته ما عرفش شفته إزاي شفته بالتليفون ولا شفته بالغيب ولا كيفاش هدي والبنت حتى ما يعطوها أي مسكن لا شيء لا شيء ويتيب لك رشدة ويقول لك يعني امشي يجيبها من الخارج هذه أي خدمات صحية تقدم من هو المسؤول عن هذه الخدمات الصحية أنا كمواطن كمقيم ككلاين من اللي بيدافع عن حقوقي من ده اللي يأثر على هذه الحقوق من المسؤول عن بنتي من المسؤول عن صحة بنتي من المسؤول عن صحة المواطن أنا بسول هذا سؤال عام لكل المغاربة أي حد يجاوب عليه شفنا في المغرب ده كتير وقاليل وصبرنا فيه بالزاف بالزاف جينا استثمرنا فلوسنا هنا وشغلنا العشرات وصبرنا على كل ما هو كان يوصل الانحطاط إلى هذه الدرجة بدون أي مسؤول صحة الناس تكون لعبة لعبة إلى هذه الدرجة لاستهتر حتى بعقول حتى الأطباء اللي في الدومين هذا يعني شيء لا يمكن قبول ولا يمكن السكوت عليه وأنا بقول لوزير الصحة ما تنعسش لأنك مسؤول لازم تشجدين شفعة المهزلة أنت يا وزير الصحة مسؤول ولا غيرك مسؤول وأنا بقول لك أنا اسمي الدكتور خالد ياسين وده بمتواجد أمام كلينيك جرادة الوازس لو كنت مسؤول فعلا مسؤول عن الصحة الناس وعن المؤسسات اللي بتقدم الخدمات الصحية خاصتك ما تنامش خاصتك تكون دابة خلال عشر دقائق هنا تشوف هذا المشكلة هذه صحة مواطن صحة مواطنة متوقفة على هذا الشيء وبيننا وبين هذا الكلينيك القضاء ولن نسكت عن حقوقنا إذا كانوا فاكريني أن الناس متعرفش حقوقها متعرفش طويلة عن حقوقها فهم واهمون هؤلاء موالي الشكارة المصاصين دماء البشر هؤلاء لن نسكت على حقوقنا معاهم وسنوفيكم بالمزيد إن شاء الله ولن نسكت عن حقوقنا أبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة وقمن خلفprochen